اهلا بكم من جديد والآن ننتقل إلى النشرة الاقتصادية حيث ناقشت بعثة صندوق النقد الدولي في الاردن مع الليجان المالية والاقتصادية في مجلس النواب الوضع الاقتصادية الراهنة في المملكة والأعباء الاقتصادية التي تتحملها جراء اللجوء السوري وقالت رئيسة بعثة النقد الدولي في الاردن كريستينا كوستيال ان مديونية الاردن والعجز في العامين الماضيين كبيرة جراء الازمة السورية وانقطاعات الغاز المصري واكدت ان صندوق النقد طالب الدول بدعم الاردن من خلال تقديم منح ومساعدات وليس القروض وان الصندوق يسعى الى دعم الاردن لانه غير قادر على حل ازمته المالية بدون دعم واوضحت ان الاردن بحاجة الى نمو حقيقي لا يقل عن 7% لمحاربة الفقر والبطالة ومن المقرر ان تختتم بعثة النقد الدولي زيارتها لمراجعة الاداء الاقتصادي الوطني للمرة الثالثة والرابعة معا ليصار في حال اجتيازه تلك المراجعة الحصول على دفعة من قرد النقد الدولي والبالغة 256 مليون دولار من اجمال القرد البالغ 2 مليار دولار والى سوق عمان المالي حيث ارتفع الرقم القياس العام لاسعار الاسهم المدرجة في بورصة عمان اليوم بنسبة 10% لينهي المؤشر التداولات عند مستوى 2182 نقطة وقال محللون لنشتنا ان اجواء الترقب لا تزال تسيطر على تحركات المستثمرين بانتظار انباء ايجابية مع اعلان الشركات عن نتائجها للربع الاول من العام 2014 وبلغ حجم التداول الاجمالي حوالي 6 مليون و 500 ألف دينار وعدد الاسم المتداولة 8 مليون و 80 ألف سهم نفذت من خلال 4236 عقد وبمقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 141 شركة مع اغلاقاتها السابقة فقد اظهرت 56 شركة ارتفاعا في اسعار اسمها و41 شركة اظهرت انخفاضا في اسعار اسمها اما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 17 في المئة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 10 في المئة في حين ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة قريبة عن نصف عشر في المئة جدد الدائرة الضريبة الدخل والمبيعات ان يوم السبت 15 من اذار الحالي سيكون اخر موعد لتقديم طلبات بدل الدعم النقدي للمحروقات وقال الناتق الاعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى التراونة ان عملية قبول الطلبات ستتم الكترونيا لتوفير الجهد والوقت وذلك بمقارنة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب بالبيانات المتوفرة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفي حال تطابقهما سيحصل مقدم الطلب على استحقاقه من الدعم واضف التراونة ان عملية صرف الدعم للأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق ستتم على عدة مراحل بحيث تكون الاولوية حسب رقم تقديم الطلب في عملية تسليم الدعم للمستحقين لتجنب الازدحام وستعتمد على الرقم الوطني وتاريخ الميلاد واكدت تراونة ان عملية قبول الطلبات او رفضها ستتم الكترونيا مشيرا الى انه تقدم لغاية الان ما يزيد عن 700 الف طلب للحصول على دعم بدل المحروقات يدويا والكترونيا سيتم تحت المجال ان شاء الله مع بداية الاسبوع القادم للمواطنين خاصة اللي ما يلهمش رواتب بيقدروا يعرفه من خلال الموقع الالكتروني اللي قدموا من خلال الدعم بدخلوا الرقم الوطني رح تطلع لهم رسالة تبين هل استحقوا الدعم او ما استحقوا الدعم وراح يتم يعني اعلامهم عن الموعد الصرف الدعم لهم والمرة هاي رح يتم اعتماد آلية اللي هو الرقم الوطني فراح يتم الصرف للمواطنين حسب نهاية الرقم الوطني والشهر الميلادي شهر اللي انولد فيه المستحق للدعم يعني سيتم على سبيل المثال اللي بنتهي رقمه الوطني بواحد وكانوا من موليد شهر واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمس وستة على سبيل المثال سيتم الصرف لهم مثلا على سبيل المثال يوم السبت اللي بنتهي رقمه الوطني بواحد وكانوا من موليد شهر سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ودعش واثناش سيتم الصرف لهم مثلا على سبيل المثال يوم الأحد ورح يتم نشر هذه الأسماء على موقع دائرة ضريبة الدخل ويستطيعون زي ما حكيت مرة أخرى العودة إلى الموقع اللي قدموا من خلاله اعتبارا من يوم السبت ورح يعرفوا أنه هل استحقوا الدعم أو ما استحقوا قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني إن الهيئة تطالب مبالغ مستحقة على شركات الاتصالات الأردنية بقيمة وصلت إلى 12 مليون وتسعمية ألف دينار إضافة إلى فوائد تصل إلى حوالي 7 ملايين دينار تمثل حصة الخزينة من المشاركة بعائدات شركات الاتصالات للأعوام من 2000 إلى 2005 ما لم يتم تحصيلها لغاية تاريخه وقال الطعاني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم المخالفات والاستضاحات التي أوردها ديوان المحاسبة على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مناقشة العطاء الخاص بشراء خدمات استشارية متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمهلت اللجنة المالية وزارة الاتصالات أسبوعين لإنهاء المخالفة وإلا سيتم تحويلها إلى لجنة تحقيق نيابية اشتركوا في القناة